أهلا 12 نوانبر ستتحدد معالم المكتب التنفيذي للكاف رغم أنه الجمعية العمومية للكاف ستنعقد أربعة أشهر بعد ذلك أي 12 مارس 2025 بالقاهرة لماذا؟ لأن 12 نوانبر هو آخر أجل لتقدم بالترشيحات في جميع المناصب سواء رئاسة الكاف أو المكتب التنفيذي للكاف أو مناصب التي تخول الكاف للتواجد بالاتحاد الدولي الفيفا السؤال الحالي وسنشرح ذلك وهو هل كرسي الجزائر في الكاف بيد فوز القجعب؟ أطرح هذا السؤال وهو بناء على ما جاء في الإعلام الجزائري وليس من منطلق ما نعتقده هنا بالمغرب الإعلام الجزائري يقول بأن كل شيء بيد سيد فوز القجعب إذن هذا منظور الإعلام الجزائري الذي يرى بأن أقجعب يتحكم في كل شيء وهو الذي سعد بالشلماني الذي ينتمي لدولة أي ليبيا لا ملاعب فيها ولا تاريخ لها ولا أوضع أمنية فيها عكس الجزائر التي تتوفر على ملاعب كبرى وعلى تظاهرات كبرى وعلى أمن داخلي قوي كما لو أنه الدخول إلى الكاف مشروط باعتبارات عدة كما طرحت لكن من جهة ثانية طفت على السطح فرضيتين أساسيتين وذلك بعد ما خلفته أو ما خلفه التعديل الذي طرأ على النظام الأساسي للكاف بخصوص عدم بإمكان الترشح لرئاسة الكاف ولو في سن ما بعد السبعين وفي ذلك ملاءمة للنظام الأساسي للفيفا وليس إبداعا كبيرا هنا بالكاف ثم ما يتعلق بمعيار اللغوي بخصوص الصعود إلى الفيفا الفرض الأولى أنه الجزائر ضمنت بنسبة لمئويات كبيرة ودخولها لمكسبة في ذلكاف بما أن ما أسمته مؤامرة أبو ريدا وخوز القشع هذا ما تسميه ستؤدي بالأخير أي أبو ريدا إلى رئاسة الكاف وبالتالي مقع الفيفا بشكل مباشر سيكون نائبا لإنفانتينو وفوز القشع سيترشح أيضا للفيفا مجددا هذا بالنسبة للفيفا بخصوص الصعود إلى المكسب التنفيذي عن طريق منطقة شمال إفريقيا بوجود أبو ريدا في الفيفا وبوجود فوز القشع في الفيفا أيضا يتبقى في منطقة شمال إفريقيا ثلاث دول بحكم أنه القانوني لا يسمح بأن يصعد من دولة عضوين تبقى ثلاث دول في منطقة شمال إفريقيا تبقى تونس والجزائر وليبيا ليبيا مقسية مدى الخيار بحكم أنه الشلماني سعد 2023 بالكورد ديفوار أمام جاهد سفيسف وبالتالي هو الذي أربع سنوات ستنتعي في 2027 يبقى مقعد بين من؟ هناك المقعد الأول الشلماني وهناك المقعد بين من يتبقى الجزائر وتونس المستجد في هذه النقطة وهو أنه تونس هي حاليا بعد متابعة وديع الجريء قضائيا ودخوله السجن وأيضا تدخل الفيفا والكاف للحسن في إشكال الذي يعرفه التحاد التونسي خصوصا ما يتعلق برفض نتائج انتخابات مارس وماي وإقصاء جميع اللوائح المقدمة للترشح في الجمعية العمومية للتحاد التونسي تدخل الكاف والفيفا وفرض اللجنة التسوية مكونة من ثلاث أعضاء لتدبير شؤون التحاد التونسي إلى غاية 31 يناير 2025 هذا المعطى ماذا يفيد؟ يفيد بأنه كما هو متعارف عليه ووقعت للمغرب سابقا في إحدى الفترات بأنه عندما تكون لجنة التسوية التي هي مرادفة للنجنة مؤقتة لا يمكن أن تكون مؤهلة للترشح في المناصب المناصب داخل المنظمات الدولية وبالتالي تونس مقصية من هذا المقعد ويظل الخيار واحد وهو الجزائر وفي هذه الحالة عندما يكون مقعد واحد ومرشح واحد لا تجري انتخابات بل يتم منحه المقعد مباشرة بدون انتخاب وفي الغالب سيكون والد صادي هو المرشح الاحتمال الذي قد يقضي على هذه الفردية وهو أمر غير مطار هنا في المغرب لكن هو مطار بشكل كبير في الجزائر وهو مزعيج بشكل كبير فردية واحدة هو أن يتنازل فوز القجع عن الترشح لمنصف الفيفا ويدخل للترشح ضمن المكتب التنفيدي عن طريق منطقة شمال الفرقية وبالتالي لا يمكن أن يصمد مرشح الجزائر أمام فوز القجع يعني هل تتصور بأنه فوز القجع سيتنازل عن منصف الفيفا من أجل منصف المكتب التنفيدي من أجل معاكسة الجزائر ربما يعني بدء النقاش ينزل إلى مستوى الدنيا وأحيانا أصبحنا نقول أي شيء ونعطي للرأي العام أي شيء هنا هذا الأمر الذي يطرحه الجزائريون بحماس كما لو أنهم اكتشفوا العجلة هنا أود أقول ممكن أنه الإعلام والاتحاد الجزائري أنه يرتاح لأنه فوز القجع سيترشح لمنصف في الفيفا وبالتالي سيكون المجال متاحا لجزائر للترشح الأمر آخر هو أنه هذا الأمر وبالشكل الذي طرحته سيجعل الأمور سالكة بالنسبة للجزائر في 12 مارس 2025 وبالتالي وسيكون الأمر واضحا قبل حتى نعقد جميع الأمومية لأنه سيكون الترشيحات قد وضعت قبل أربعة أشهر من تاريخ جمعية الأمومية انتخابية بالقاهرة وبالتالي سيكون جزائر حاضرة في الكاف بعد غيابها لتلات دورات متتالية 2021 و2023 2019 و2023 أمام الشلماني وأمام وديع الجرية علما أنه الإعلام الجزائري مرة يقول بأنه القجاع يتحكم في كل شيء وهو السبب في عدم وجود جزائر في مكتب تنفيذي ومرة يقول بأن الإشكال هو أنه عدم اهتمام بهذه الأمور هدي في الجزائر بعد رحيل محمد راوروة وأحيانا يقول بأنه الأمر يتعلق بمشاكل داخلية كما حصل في قديد شرف الدين عمارة أو بمعنى يعني السابوتاج داخلي لكن حتى لو كانت تونس مؤهلة وأقولها لتكون منافسا على مقعد في المكتب التنفيذي ضد الجزائر أعتقد بأنه الطريقة التي أبدى بها النظام السياسي بالجزائر أي رفقة رئيس قيس عيد والتبعية التي وضعها كمنهاج سياسي ستجعل تونس تتنازل هذا المنصب لصالح جزائر بحكم أنه في السياسة بإمكان أن تتنازل على شيء لتحصل على شيء وأنا أجد العضر لتونس أنها بدأت في تغيير توجهاتها الحيادية وبدأت تميل الجزائر بحكم أن الجزائر أحيانا تقدم ساعدة تصل إلى أداء مصارف موظفي العموميين بتونس وبالتالي تونس حتى لو كان لديها مقعد ولديها مرشح كانت ستنازل للجزائر على ذلك المقعد بحكم أن الأمور تطغى على السياسة بشكل كبير وتطغى عليها المصالح بطبيعة الحال السؤال الآخر ماذا بعد؟ هل يكفي أن تصعد الكاف لتصبح مؤثرا وتضمن مصالحك؟ ولو أن هذا الصعود سيكون بدون انتخاب في الوقت الذي كان يعاب دائما للشلماني أنه لا يعتمد على مبدأة الصويت والأصوات بقدر ما يعتمد على له بفوز القتاء ستصعد الجزائر المكسبة فيدي لكن هل ذلك الكافي الذي يجعل لديك حضور قوي؟ هناك المكتب الحالي والمكاتب السابقة هناك 23 عضو بالكاف لكن ما له القدرة على فرض نفسه؟ في أخي المطاف نجد بأن هناك 3 أو 4 أفراد وهم قادرين على فرض نفسهم على المستوى الكاف وبالتالي الصعود ليس غاية في حد ذاته وليس نهاية المطاف أن تصعد إلى مكتب الكاف أو المكتب تنفيذي للكاف لماذا؟ الحضور القوي في الكاف يتطلب الكاريزما النقطة الثانية القدرة على خلق علاقات متينة مع الاتحادات والأعضاء عوضة توزيع التهامات والتخوين في حق الأفارقة سواء من طرف أعضاء الاتحاد الجزائري أو أيضا من الإعلام الجزائري نفسه ثم النقطة الثالثة وهي ميزة القيادة أن تكون في لديك ميزة القيادة حتى في بلدك قبل أن تمر إلى المكتب تنفيذي للكاف ثم أن تشكل قوة اقتراحية قادرة لك أن تجعل لك متميزا وثار المكتب تنفيذي أن يكون الشخص قادر على الإقناع وأن يفرض احترام مع الآخرين هذه الأمور لا تدرس في المآهد ولا في الأكاديميات بل هي موهبة ومسألة التركمات الجزائر تعتقد وفق خطابها الإعلامي أن الصعود إلى المكتب تنفيذي للكاف هو نهاية مشاكلها ونتوقع أنها ستحتفل احتفالا كبيرا بذلك الصعود ولأنها سيتم بدون انتخابات وبدون تصويت بل فقط لأن هناك مرشح واحد لمقعد واحد الصعود للكاف أقولها وأكررها ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة لتجسيد رؤى معينة وطرح إشكالات معينة ودفع المصالح بطريقة قانونية تنبني على القانون إذن أمر لا يتعلق فقط بالحضور وكما قلت شوفوا نلاقي هذه الأعضاء في دير الكاف وشوفوا ما كنت تعرفوا فيهم الصعود ربما بالنسبة للجزائر هو الصعود من أجل الاعتراض على شخص فوز القجعة وهذا الأمر غير مضمون الأمر يتطلب واحد من جهود كبير جدا هذا الأمر الذي لك ندور رهان ربما سيجعله أنه ممتن الجزائر اللي سيقدر يكون قلت السعدي سيسقط في عزلة داخل المكسب التنفيدي ربما سيكون الأمر سيتعرض انتقادات أنه في المكسب التنفيدي وما قدرش أنه يوقفش حويز ربما لتعتقد جزائر أنها متحالة وبأنها تقدر تديرها على المستوى الرياضي الكوروي بالشكل اللي بغاية وفق حتى لو تتطلب الأمر تجاوز القانون لأنه بالتأكيد ممتن الجزائر إلا كانوا يصادي سيستمر أصوف واحد مؤسسة وهي الكاف برهانات متعددة تتجاوز حدود الخلاف السياسي أو الكوروي أو بين المغرب والجزائر وأكثر من ذلك ما زال البعض يتحدث بواحد منطقة ديما كوراسة ولكن ما تتحدث عن نفسه تستعدادات وانتخابات تستعداد منطقة أنه يتحدث عن علاقات ويتحدث عن ارتباطات من الأعضاء في الافتحاد الأفريقي هذا شيء يتحدث عن المغرب إذن دبا الآن تقول أنه هذا الشيء كان يتحدث عن المغرب بغاية تديرونها وتتقول بأنه مشروع وفي نفس الوقت تستطيع عن المغرب بأنه هذا شيء يتحدث عن مشروع غير خلونا نفهم شوية قواعد اللعبة إذن 12 وانبير سيكون محددا أساسيا لتشكيلة المكتب التنفيذي من خلال الترشيحات التي ستقدم وبالتالي فليتنافس المتنافسون على مستوى المكتب التنفيذي الكاف لأن الأمر لا يتعلق فقط بالحضور كما قلت بل بأشياء أخرى أعمق من ذلك تابعيومكم تابعيومكم تابعيومكم